أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في برنامجنا وبرنامجكم أوقات مع الناس حلقتنا النهار ده هتتكلم عن رمز العطاء رمز الحنان رمز التطحية النهر الفياض بالمحبة والخير لأولادها أظنني طبعاً أنتوا كلكم عرفتوا إحنا هنتكلم عن مين إنها الأم يا سادة معنا النهار ده ومعاكم ده في حلقة اليوم اللي هيعرفكم بنفسه واللي فيه كده حاجات هتدور بيني وبينه بعد الحلقة وقبل الحلقة دارت على إن كنا هنتكلم في موضوع ودخلنا في موضوع تاني خالص فضفنا يعرف نفسه للجمهور أهلاً وسهلاً بحضرتك يا فندم أهلاً وسهلاً بحضرتك أولاً النهار ده يعني أنا كنت جاي أتكلم في شغل بس بمينه حالتك بدأت الحلقة كده وقلت لأم إحنا مشين فعنا نتكلم في أي شغل فهيكون لنا حلقات تانية نتكلم فيها عن الشغل لكن النهار ده إحنا نتكلم عن أم تامر إلا أخوص مطور عقاري أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً بيكي أهلاً وسهلاً بيكي أهلاً أحنا عايزين نتكلم كده خلف الكواليس وإحنا عاديين برا أنا وأستاذ تامر طبعاً فهو جاي عشان نتكلم عن شركته فقال لي بص يا أستاذ عابير ملحوظة إحنا النهار ده بهم الناس بتعيد الأم إيه رأيك تيجي نغير الحوار كله ونتكلم عن الأم فقلبنا الخطة خالص وغيرنا الحوار وقلنا يلا أنا وهو كده في دردشة جميلة قوي في أوقات مع الناس ندردش عن الأم ونسألك بي يا أستاذ تامر إيه رأيك في الأبناء والبنات اليومين دول اللي هم قاعدين على الموبايل 24 ساعة في 24 ساعة مش حاسين بالأم ومتعبها الأم بتكون يا جوز وقفة في المطبخ ضيخة أو بتبقى نايمة أو بيبقى فيها حاجة والابن والابن على الموبايل عمالين على الألعاب مش حتى دايريق دا يعني مش عارفين أمهم بيحصل فيها إيه والله مع حضرتك إن فعلا الوقت بقى سريع قوي والإنترنت خلل كله واعد في الدنيا تانية يعني إيه بقى قاعد لا شايف والدته ولا شايف ابنه ولا شايف أخته هو قاعد مركز في حاجة واحدة بس الموبايل والإنترنت فده بقى موضوع صعب جدا لو هو حاسس بأمه إذا كانت تعبانة ولا كويسة ولا حاسس بمرضته إذا كانت مثلا محتاجة حاجة ولا مش كل واحد قاعد في اتجاه وده بقى صعب جدا في الوقت الحالي وأنا أسيب حضرتك بقى أنت يعني ما شو الله عليك أنت عارفة أنت بتقولي إيه أنا عجبني إن حضرتك بتتكلمي في مواضيع كلها هاتفة يعني أنا كذا حلقة وبدأت تتابع البرنامج طالح حضرتك عشان شايف كل مواضيع كلها يعني بتحلي مشاكل بتدينا مواعظ كتير بصراحة يعني أنا بصراحة يعني بقيت معجب جدا ببرنامج ربنا يخليك فحضرتك أعرفة أني حضرتك إيه الصفات التي دارت أجيها عن الأم طبعا أشكرك على المقدمة الجميلة ديت وأشكرك أني برنامجي الحمد لله حاز إعجابك وأنا الوقتي هوجه يعني نصيحة صغيرة لكل بناتنا وأبنائنا والله بجد أنا عن نفسي لو الإبن والبنت هتأخذ من وقتها اللي هي بتعود على الموبايل أو بتتلهي شوية عن الأم وقبل مثلا ما أتكلم أنا عايزة هاني طبعا كل أم بحلول عيد الأم ومش الأمهات بس الأبهات كلها طبعا لإني يعني إحنا الولدين دولا حكاية كبيرة قوي قوي وردهم من ردى ربنا سبحانه وتعالى فياريت كل بنت وكل ولد ياخدوا من وقتهم خمس دقيق لو حتى بدى الموبايل والحاجات اللي هم يلعبوها وي وي والانشغال في الوقت ده هو ادخلي شوفي ماما عاملة إيه أو شوفي هنسعيدها في إيه النهاردة أو هنعمل إيه جديد شوف ماما تعبانة من إيه يمكن معلشي الأبناء الوقتي طبعا يجيلي اختلف وكل أم بتوجيه طبعا تبقى متضايقة من ابنها أنه قاعد على الموبايل أو متضايقة من بنتها أنها تأخرت والله بجد الأم قد إيه بكرة هتجبره وتعرفه أني الضانة غالي زي ما هم بيقولوا وهتبقى في يوم الأيام ليكم بيوتكم وليكم أولادكم وهتعرفوا أني فعلا الأمي مش بتضايق ابنها أن هي بتقول له لا ما تتأخرش لا ما تعملش كذا لا ما تصحبش كذا لا ده ده فلان الفلاني مش كويس دي فلانة الفلانية ديت لا مش كويسة طب صاحب اللي هو أساسا يبقى فعلا صديق ليه ويفيدت ويدي لك فعلا بجد من وقته موجود وتحس أنه هو فعلا صاحب رز بجد والله يعني هي الأمي بتحب إحنا هنقطع الكلام كده شوية ومعانا اتصال من السعودية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير مساء عبير مساء النور استاذ علي أهلا وسهلا المفاجأة الحلوة دي الله يخليك ساء عبير أنا سعيد جدا أني أكون فعلا إحنا أسعد والله بمكلمتك الجميلة دي فجئتنا أخبارك الله يخليك تسلمي أنت الإعلامية المتألف دائما وفي برنامج أوقات مع الناس أولا أنا أحيّل حقيقة قناة الصحة والجمال وبرنامج أوقات مع الناس وهذه فرحة سعيدة حقيقة طبعا دكتور علي العريفي دوت دكتور وإعلامي وشاعر وحاجات جميلة قوي قوي وبالمناسبة بقى في الوقت الجميل ده وبالمناسبة عيد الأم وإحنا دخلين عليه كل سنة وكل أمهات مصر بخير والأمة العربية فيريت يا أستاذ علي سمعنا كده إحدى قصائدك الجميلة اللي إحنا يعني مشتقين إن إحنا نسمعها أولا أولا أنا قبل ما أقول قصيد أستاذ عبيل حقيقة أنا أحييك على مسمى البرنامج أوقات معنا لأنه الحقيقة هذا البرنامج يعني له رسالة اجتماعية كبيرة يعني يعالج بشكل المجتمع يؤدي أيضا بشكل المجتمع للأسرة والمجتمع مدام الموضوع الرئيسي للحلقة هي عن الأم أنا حب أقول كلمات عن الأم الحقيقة الأم كلمة تحمل معاني جميلة وكبيرة في معانيها تعني الحب والعطاء والحناء أضحية هي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب تبقى دائما متدفقة بالعطف وهي التي تتعب لراحتنا وتمرض لقربنا وهي التي تعطي للفعل ولا تنتظر أي أن تأخذ مقابل للعطاء الأم هي الوحيدة التي تأجد كل المصطلحات عن وصفها ويبقى الشعراء عاجزين أن تصطير بيت من الشعر يفيها حقها لا توجد مشاعر في الدنيا تفي حق الأم لأنه أكبر من ذلك الأم الثلهابين هي من تحيا وتعيش لمناء أسرة متماسكة مترادبة قلب الأم طائم دائما يحمل الحب يفيض هذا الحب على أفراد العسرة جميعا تمنحهم الأمن والأمان والعطف والحياة السعيدة أقول في نهاية هذه العجالة عن الأم أضل الله أعمال أمهاتنا جميعا ورحم الله المخصودات أمهاتنا رحمة واشاة الله يرحمه الله أما القصيدة حبيتي أقول القصيدة عن موضوع آخر يريت وبعدين في قصيدة حلوة أوي اللي هي بين أنفاس قصيدتي فكلمنا عنها بين أنفاس القصيدة أستاذ عبير هذا الاسم الديوان الأول الديوان الأول أطلقت عليه بين أنفاس القصيدة تمام وبعد فترة أيضا أصدرت الديوان الثاني تحت مسمى حوار الحواس وكان لي الشرف أن شارك فيه معرض القاهرة الدولي بالكتاب العام الماضي قبل كورونا ورشح لي أن يكون في منصة التوقيع وكان لي شرف التوقيع في أروقة معرض القاهرة بالكتاب العام الماضي لأنه كنت مدعوة مع اتحاد الألاميين العرب في الإسكندرية ثم جئت في اتزام من هذا المؤتمر في معرض القتاب وكان لي شرف الحديث الحضور وعرض الديوان طيب نسمعه مع بعضنا أريد الحقيقة أن نسمعك قصيدة سرابير عن مقصطفات من الديوان قصيدة اسمها المرأة والقهوة تفضل أقول جاءت وفي يدها فنجان قهوتها تعطر مهجة الصبح العليل ينساب طعم نكهتها مع خيوط الخطة في صبح جميل يا هل ترى يتمع زجان النكهة والمذاق إن كان للقهوة طفوس ورواج فالمرأة الحسنان شهد ومزاج خيوط الصباح ونكهة قهوتها شلال عبر يملأ المكان رائحة القهوة وروح المرأة تتمازجان فتتهادى غيمة الأنوثة تستمطر رائحة القهوة ولون الجمال المرأة والقهوة تتشابهان فنجان القهوة الحلوة فعذوبة روح المرأة الحسنان بدلالها ورقتها ورشفة فكرها واحتساء عقلها ومذاق ينوثتها المرأة والقهوة تتشابهان وشكرا لكم الله مرسي أواع على اتصالك وكل سنة وانت طيب وكل سنة والأمة العربية والمصرية وكل الأمهات بخير وسلامة أشكرك بإذن الله تعالى شكرا لكم مرسي للمدخلة مرسي نرجع تاني لموضوعنا إيه رأيك يا أستاذي في القصيدة صراحة ما شاء الله عليه يعني يعني قال كل حاجة احنا عايزة نقولها صحي كده آه حي طيب نرجع للموضوع بقى التاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه على نصيحة نوجهها لكل بنت ولد تجاه الأم خدوا من وقتكم شوية ليها بجد والله هتفرق كتير قوي في حياتكم لأن ردى الأم والأب مش الأم بس من ردى ربنا سبحانه وتعالى خليكم حسوا بيها لأن هي فعلا ضحت كتير ممدت كتير وهي اللي نفسها هتشوفكم أحسن ناس في الدنيا الأم بجد زي ما قال بالضبط أستاذ علي نهر فياض فياض من الحنان الخير الحب مفيش حد في الدنيا صدقيني وصدقني أنا بخاطب الأولاد هيحبكم ويعزكم ويحب يشوفكم في أحسن حال زي أمكم فبجد يعني ياريت ياريت كل واحد مننا قبل فوات الأوان يشوف أمه ويشوف اللي هي عملته معاه زمان ويبدأ هو يعني إحنا مهما عملنا صدقوني والله العظيم ما هنوفيها حقها أبدا أبدا حلقات دي محتاجة حلقات عشان نقولها ونتكلم فيها عن طبعا الأم والعطاء والسكينة والراحة والحب يعني أنا تحية لكل أمهات الشهداء تحية لكل أم بالضحي بتبقى هي أم وقب في نفس الوقت تحية لأمنا كبيرة مصر اللي اتربينا على أرضها وأكنا من خيرها تحية كبيرة قوي الجمهورية مصر العربية طبعا وكل سنة ومصرنا الحبيبة بخير وعايزة برضو يعني قبل ما جي أوجي برضو حاجة للحموات والزوجات الأبناء برضو لازم أن إحنا هنلقي عليها الضوء النهاردة هسأل ضيفي وقل له رأيك لما بيكون في مثلا في البيت الابن متزوج من طبعا زوجة والمعاملة بين الأم والزوجة مش حلوة دي بترجع لإيه أو سببها بيبقى إيه والله هو بيرجع للنشأة تمام للبيت والتربية هي لو الستة تربط على أنها تعامل حمتها على أنها والدتها الدنيا كلها هتبقى ماشية في سلامة بالزبط لأن بعد الأم والله ما فيه الأم ستر معنا اتصال بقدام دينا ألو ألو مساء الخير مساء النور مساء ازيك يا مدوعة عامل لإيه الله يسلمك أخبارك الحمد لله السوداء مفكرتش بعدها دينا دينا أنت عملي وفجأة النهاردة عامل إيه الحمد لله لات موضع الحلقة اختلف عن الأم فأنا دلوقتي بقول لك كل سنة وأنت طيبة يا أحلى أم في البنية كلها حببتي دي بنت أختي على فكرة حببتي يا دينا أنت أم يعني يعني أنت أضغر خلق لنا بس أم بالكل الموجودين حببتي حببتي بس يا دينا كده هتخليني معيض لا يا رب من نجاح لنجاح إن شاء الله ودايما متقضقة حببتي وبقول لك في آخر المكالمة مش هيتطور عليك أشغل عيب صم مع الحلقة طب يا دينا من قلبك كده ولا عايزة حاجة وانا جاي جبالك يا حزيرة قلبي أنا بس نياتي من الآخر من الآخر من الآخر أنا عارفة عارفة أولاد أختي زي أولادي بصي من الآخر قولي لي وما وراء البحر لا مش وراء البحر ولا أجانب دلوقتي أنا لقيت الموضوع كله تغير فأنا حبيت اللي أنا أقول اللي أنت بجد أحسن وأعظم أم في الدنيا وربنا يجينك يا رب في حياتنا حبيبتي تسلامي يا رب وقالي من يارب متأرضك يا ربي خلتوا من نجاح لنجاح إن شاء الله حبيبتي تسلامي كل أم طيبة وكل أم مطره يا رب وكل أم في العالم كله ومش في الوطن العربي بس بألف سحة وخير على فكرة يا دينا دي أحلى مكالمة وأحلى هدية طبعا جات لي النهاردة أنا بجد والله أنتو حبيبي ولادي وأصحابي وإخواتي وبجد طلعت بكم من الدنيا حقيقي يعني ربنا يخليكم لبعض ويخليكم لي وعلى فكرة أجيب لك حاجة حلوة أنا رجع مش كلا شكرا نرجع تاني لموضوعنا اللي هو طبعا المعاملة بين الزوجة والحمى وأنا طبعا حضرتك فعلا قلت حاجة مهمة جدا ده يرجع للبيئة يرجع للنشأة يرجع برضو لإني خل الأساس أني أنا بربي بنتي خليكي مع حماتك هي ماما تانية تمام يمكن هي رضاها هيبقى أكتر من رضاية يمكن دعوة زي ما بقولوها دعوة الحمى والله بجد مستجابة عن الأم بمرحلة لإني طبعا هي الأم بتربي الشاب وبتتعف فيه ومسيرك يا مرات الأبن برضو هتبقي حمى يعني خليكي على قد ما تقدري حسي أن أنت روحتي بيت ماما التانية وابنك الزغير دوت اللي أنت بتحس به طبعا ضناوي هيجي في يوم الأيام هيجبر وهيبقى برضو نفس الموقف اللي أنت بتعمليه فبجد يعني من قدم خير هيلقى الخير صدقني والله برضو دعوة الحمى جميلة قوي قوي وبتفرق كتير ساعة الصدقين ما تطلعي كده تقولها صباح الخير هتقولك صباح الخير والورد والياسمين والفل والرحان وكل الحاجة الجميلة اللي هي موجودة في الدنيا كلها يا ريت حبة صغيرة كده حاجة بسيطة أني أنت اكساب رضاها اكساب رضاها بس ومش هوجه النصيحة دي بس لمرات الإبن لما برضو الحمى يبقى عليها عامل كبير قوي صح ولا صح طبعا 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 أكيد الحمى طول ما هي شايفة مرات ابنها بنتها لأن برضو نحن بنعرض بنشال بالحيل هتعملها كويس بالضبط أنت برضو الحمى دي تقدريها نهاية بنتك وإيه للحمى بيبقى عندها بنت أنا عندي بنت وهتتجوز ونفسي ربنا يوعدها بحد يكون حمى يكون كويسة لطيفة زي أمها ترعاها وتخاف عليها فخلوا الاحترام بينكم أنتم من الاتنين متبادل خلوا الحب والود طول ما في حب صدقوني بين الطرفين بين الحمى وزوجة الابن الابن هيعيش مرتاح هيعيش في هدوء هيعيش في سكينة الحمى هتبقى بتدعي لزوجة ابنها هتحسوا بفرق كبير قوي زوجة الابن على فكرة هتبقى مقرمة من ربنا سبحانه وتعالى وإحنا في أيامنا دي صدقوني يعني الحاجات الكتيرة الأوبئة والفيروسات والمشاكل يعني الواحد بجد مش ضمن عمره أنا أسفى طبعا يعني نقول ربنا يا رب يعدي الكبو اللي احنا فيه هدية يا رب على خير بس الإنسان مش ضمن عمره إحنا بنتصل بحد من أصدقائنا على طول نبص نلاقي بالليل يا دوبك الصبح إذا ده فلان مات ده فلان يعني ياريت ياريت إحنا يعني نبص لأخريتنا شوية ونبص ربنا سبحانه وتعالى نعامل كلنا ربنا سبحانه وتعالى لإني إنتا مش هتعامل العبد اللي قدامك والله هتفرق بكتير قوي 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 إن إحنا هنحط إيه في شنط الصفارنا لله عز وجل أنا مش وعظة ولا إني يعني كده بس أنا والله بقول اللي علي والبقاء على ربنا قد إما تبقي محبوبة من الناس كلها تبقى دوت رسالة من ربنا سبحانه وتعالى إن هو بيحبك ونشوف بقى رأي أستاذنا الجميل ما فيش كلام هو كلام بعد كلام حضرتك يا أستاذة يعني أنت أنت دايماً بتجيبي كل الحاجات اللي إحنا عايزين نقولها فأنت مش بتخلينا كلام لا إزاي ده إنتاجينا هرده عشان تتكلم أنا كنت جاي لكلام عشان الشغل بس حضرتك خدناك كده خطة تانية حاولنا خالص موضوع الشغل وما فيش بعد الأم نقدر نتكلم عنها الأم عايزة من حضرتك يعني مية حلقة اسمعوني بس عشان أنا عايز أقول لكم حاجة على فكرة ده كان رأيو إن إحنا نحاول الحلقة إحنا مش موضبين ولا مرتبين على أي حاجة إحنا كنا هنتكلم عن المشروع عن شغله وعقراته ومشاريعه ودنياتهم أولاتهم خلينا إن شاء الله عشان نعمل كمان عروض تانية بمناسبة عيد الأم إن شاء الله في الفترة اللي جاية ويبقلنا حلقة تانية مع حضرتك وبس الأم يعني أكيد ما فيش باب الأم يعني دعوة الأم دي بينها وبين ربنا كتير أكيد إحنا ماشيين بدعوتها والله الحمد لله كل سنة وإنت طيبة يا بهية كل سنة وإنت طيبة يا أمهاتنا كلنا كل سنة وكل أمهاتنا طيبين وإني إحنا بنقول الله يرحم يرحم أمهاتنا طبعا اللي إحنا افتقدناهم ويريت الناس تاخد يعني كده بجد اللي بلا أم أنا عايز أقولها بجد حاله يغم ودود بالمثل البلدي محدش بعد كده هيرعوك محدش بعد كده هيشوفك بعد أمك حاولوا حاولوا بس الأمهات اللي هي موضة ربنا يخليها لكم يا رب ويخليكم ليها حاولوا تكسبوا حنانها وعطفاها حاولوا تكسبوا دعاءها الجميل حاولوا تكسبوا رضاها بحاجات بسيطة جدا وبرضو الأب لإني وبالولدين إحسانا يعني بر الولدين دولا حاجة جميلة قوي قوي صدقوني والله العظيم ما فيه أي حاجة ولا الدنيا كلها الدنيا كلها ما تجيش أصاد نظرة نظرة كده الإبن ينظرها في عين أمه والعكس صحيح صدقوني والله بجد يعني الأم حاجة جميلة قوي ما بيحسش بيها غير الإنسان اللي افتقدها يا لأم نهر العطاء فأنا أسوا طبعا فكل سنة وكل أم مصرية بخير وحاولوا تنروا رضاها وده حاجة جميلة قوياني ونرجع لدفنة نقوله أنا هقول لكل أمات كل سنة هم طيبين أنت طيب تمام عايزة بقى أقول حاجة تانية ماشي في اليوم الجميل ده بيحضرني طبعا حاجات كتير وهي شوية بتروح عن زيني وترجع تاني أم الشهيد تمام أم الشهيد بنقول لها كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت مقدمة عريس يعني بجد انت قدمتي عريس للجنة كل سنة وانت بجد يعني الملاكة بيزفوا العريس ده هوت وانت قدمتي أعظم وأحلى حاجة للوطن ويرب يرب كده هوت يحمي مصر ويحمي شعب مصر وشرطة مصر وجيش مصر ورئيس مصر وتحية مصر تحية مصر تحية مصر تحب تقول حاجة قبل من نفتم البرنامج ولا لا طبعا أنا عايز أقول يا جماعة لا يعني أمك موجودة عندك ستر صح عندك ستر من ربنا حقيقي حقيقي والله طول ما الأم موجودة طول ما في ستر من عند ربنا لي نكسب 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 يعني نكسب رضاها في يعني ربنا يحفظهم يا رب لينا ويبركننا في عمرهم ودايما يبقى على رأسنا كده يعني نكسب رضاهم طول ما هم موجودين يا رب لأن فعلا مش هنلاقي يعني بعد الأم هد وكل سنة طيبة يا أمي وربنا يا رب يجعلك في صحة وسعادة وما تحرمش منك أبدا ودايما في وسطنا ومن ورانا وامي يعني ربنا يحفظهم أمين يا رب يا رب احكي لنا كده عن مواقف لا مواقف ما تنسهوش أبدا حصل بينك وبين أمك لا والله يا مواقف كنت مرة سافرت روحت شار مشيخ تمام وكانش لسه ما كانش لسه فين بويلات وكده يعني فكنت ما كنتش بعرفة تواصل معاهم يعني فغير تلاتة ايام تلاتة ايام قلبوا الدنيا علي وخلاص يعني مش في حاجة غلط في حاجة غلط المهم رجعت أنا مع تلاتة ايام لقيت الدنيا مقلوبة الدنيا مقلوبة فيه ايه تنم مش هارفة تواصل معاكم وما فيه موبيل ما فيش تليفونات يعني تخيالي خدتني بالحضن يعني أمي ربنا يحفظها يعني طيب تقول ايه بقى للشباب بالوقتي اللي قالوا ماما اقول ما يعرفوا ماما خلاص عشان هما مع صحابهم او في اي مكان يروحهم يقفلوا الموبيل يعملوا لها خاصية وجه لهم انت بات وجه لهم انت بات لأ برضو مش هيجوا اكتر يعني دول برضو مش هيجوا اكتر من اللي بيسيبوا امهاتهم أناسف يعني فضر مصنين ولا بيسألوا عنهم ولا بيتطمنوا عليهم الواحد بيحزن الواحد والله بيحزن لما يشوف واحدة ست أحد على كرسي وبنتهم وديها بأيديها بدار مسنين هل انت لما كنت صغيرة هي أهملت فيك ما شالتكش علا كتفها لما تعبتي ما مرضتكش ما جابتلكش علاج انت لما هي تكبر مجرد ما هي كبرت وخلاص ما بيتش طيهاها او جوزك يقول لك لا انا مش قادرة استحملها انت ترميها وترميها في دار مسنين وما تروحش تسألي طب ازاي يعني انت جبت لأساوة دي منين حقيقة جد الواحد بيشوف حاجات في الزمن ده او في الوقت اللي احنا تعرضنا له كلنا بنقول يمكن اللي جاي من عند ربنا ده يكون التعاص لينا بالزبط لكن الناس فعلا مش بتتعزوا الله يا أستاذة والناس بتهمل في أمهاتهم وبتهمل في حقه في الحق اللي هو مفروض يبقى ليهم بعد ما كبروا والله انا شايفة برضو طبعا معاك في وجهة نظرك بس انا شايفة اني فعلا جائحة كورونا دي على قد ما هي كانت طبعا ليها عداء يعني ليها مساوئها بس انا شايفة انها برضو جمعت الاسرة ان كل ابتدأ يقرب من بعضه ابتدأ انهم يتواصلوا ابتدأ انهم يعودوا مع بعض مجتمعين في البيت فترة كبيرة عن الأول فيمكن دي برضو حاجة انها قربت القسرة ببعضها ورب تنتهي الجائحة دي على خير اللهم امين ويظل برضو التواصل وانا شايفة برضو على فكرة في تحسن كبير قوي قوي من الشباب والشبات بسم الله م شاء الله ان معظم الناس لجأت فعلا لربنا سبحانه وتعالى رجعوا لعداتنا وتقاليدنا اللي هي زمان يعني انهم يتظوروا ويسلوا الرحم إلا ما رحم ربي بقى يعني إحنا بنتكلم إلا ما رحم ربي بنا نعود مع بعض على فكرة يعني زهير الكورونا لما ظهرت بدأنا ان احنا نقرب لبعض نعود مع بعض تمام نشوف بعض بالزبط يعني جات مثلا بلاء فعلا بس فعلا نقربنا لبعض شوي بس برضو رجعنا تاني برضو في الرتم استرقى بتاع الحياة ان كل واحد في شغله وصبع الخير مثلا الخير الحياة بقت سريعة فعلا الحياة بقت سريعة جدا موبايلات انترنت طب ما احنا خلينا عدين مع بعض كده شوي ونقعد نتكلم طب انت نقصك ايه طب انت محتاج ايه طب انت محتاج ايه بالزبط تشوف ابنك نعرف مشاكلنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحلها لغة الحوار لغة الحوار بين الابن والأب او الابن والأم او بين الأسرة كلها اجمل لغة في الدنيا انت خلاص ابتدأت ان انت تشوف ابنك عايز ايه هو ابن اصلا ما بقاش فضيلي خل بالك ان ابني بقى مسك الموبايل ويعينه في الموبايل هو اصلا العاب وخلاص ما بقاش فضيلي هو كمان هو تعود على كده توقض بال حضرتك احنا نبدأ بقى نقوله ونبدأ في النصايح اللي احنا بنقولها تاني شكرا وطبعا انتهت حلقتنا وانتهى الوقت الجميل وانحنا عايزين اوقات واوقات عشان خاطر نقول ونقول عن الأم ومهما نقول عن الأم عمرنا ما هنكفيها حقها اقول لكم طبعا طابت ليلاتكم ورب نكون ضيوف خفاف لزاز عليكم في اوقات مع الناس أوقات مع الناس برنامج مع الناس في الشارع في المدارس في الستوديو في الأهاوي في كل حتة هتلقونا مع الناس وبالناس وبنحل مشاكل الناس يارب نكون عجبناكم يارب يكون حلقتنا كانت كده خفيفة عليكم ومهدومة وبعدين يعني أنا خدت بالنصيح اللي أنا نصحتها لكم المرة اللي فاتت وغيرت اللوق التاعي فانتظرونا في أوقات مع الناس الحلقة القادمة ولوك جديد مع أوقات مع الناس ديرنامج جميل وموفقة دايما يا صدر عبير ودايما نشوفك على خير نرسيك اشتركوا في القناة